يعني اش قد الوحدة السكنية؟ يعني تقريباً المئة متر بستين ألف دولار والمئة وعشين متر باثنين وسبعين ألف دولار والمئة واربعين متر بأربعة واثمائية ألف دولار هاي قيامها لكن يعني هذي هذي أرخص أرخص وحدة سكنية مبنية لحد دولار وخارج بغداد اي وخارج بغداد لا دقيقة وإقصاطها يعني تتمثل أنه تدفع 15 بالمئة 10 بالمئة بعدين 10 بعدين 15 عفو 25 بنتوصل تدفع قيمة الشقة والباقية تتقصطاً على مدخ مصطع السنة أعتقد هيتش اللي أفتهماني يبيني أرباح يعني غير على البنوك؟ طبعاً البنوك أحتي لك الشركة الأوم ما متحملة هاي القضية والبنوك هذا القرض رأساً تأخذ عليه نفس هذا قيام القروض اللي 50 بالمئة أرباح ترى 50 بالمئة طبعاً شوف اسمحنا يعني قرضة بـ 50 مليون 25 مليون أرباحها شوف أستاذ صلاح مثلاً إذا أريد أن نقارن استثمارنا مع الشركات أو استثمار الدول المجاورة تروح المصر الوحدة السكنية نفسها يعني 6-8 ميل وحدة سكنية ذا بمصر وإذا بالعراق ما يفرق عندك يفرق بس ذاية الشركة يفرق بس المواد الأولية المنتجة وما طول ما شركة استثمارية وشركة عقارية وشركة يعني خلنا نقول مقاولين وكذا هم يجبون معاملهم الجاهزة ويبني هنا ويشتغلوا والأعتقد يعني الفروقات تكون 10-15% بالمية بالسعر زين زين هش قد يختلف السعر؟ بمصر المترة يعني يطيقيا بـ 300 دولار زين بتركيا يعني بتركيا مثلاً تلاقي الأقيام مال الشقق مثلاً 100 متر تحصلها مثلاً ببعض المكانات بـ 30-40 دولار طبعاً ما لا علاقة بالمكان نحن نحكي كوحدة سكنية ذا نبنت بالبصرة أو بالهور وذا نبنت بالمنصور والأميرات ما لا علاقة وذي يبني كوحدة سكنية نفسة سعر القاع هذا مو أنت ماخذة هذا أنا منطيك يا بلاش سعر القاع فأتباوع كل المباني يعني مثلاً بعض المباني واصلة المترة بـ 1200 دولار 1200 دولار داخل بغداد هذا السعر ليه أيش يعني؟ هذا دي يأخذ نوعية المكان سعر الأرض سعر الأرض هو ماخذ من الدولة سعر الأرض هو ماخذ من الدولة طيب وين رقابة الدولة على هذا الموضوع؟ هنا أنا معايير الاستثمار شنية؟ أنت اليوم أطدقاني قاع أنت من قدمت لي قلت لي هذا مشروع استثماري لازم أنا أسألك أقول لك أنت المشروع استثماري ما طول أنا منطيك فرصة استثمارية فريدة يعني ما كو أنا لم منطيك فرصة استثمارية ببغريب حتى أقول لك روح ابني وجزاك الله خير تبني الشقق سكين دعطيك فرصة استثمارية داخل بغداد كون أخذ منك المواصفات الفنية اللي بالشقة بالتالي أنت راح تطيني السعر تقول مثلا هاي الشقة ما أتي هاي مواصفات واني أبيع بـ 1100 أبيع بـ 120 أباوع أنت اللي صرفته عليها يستحق أن يكون هذا بناء سعر ألف ومية يعني أنت مو ما أخذ سعر القاع أنت ما أخذ سعر البناء زي وعدك 24% 30% ماكو مشكلة فأنت بانيها أبو 300 و 400 دولار ودأت بيع المتر بألف بضبط وين الرقيب؟ ها هنا نحن طريقة الاستثمار هاي طريقتنا نعطي الموضوع بهذا الحج مثلا ننطي المشروع استثماري ما عدنا أشياء يعني تقيد أو قانون يقول إحنا ليش يطنها الاستثمار وإساس شنو مثلا اليوم أنا أنطيك استثمار لجامعة استثمار لمدرسة أنا أنا من أنطيك استثمار لجامعة لمدرسة هنا ما أسألك ليش؟ هنا يحكمك السوق يعني العرض والطلب الناس مو مشكلة تسجل أدك تسجل أد غيرك تبقى جودة العمل ماتك هي معيار الثمن اللي بيمو المبنى هنا ما أكو مشكلة أنت هنا من السويلي شارع حتى المبنى ومواصفاته تشتذب الناس اللي ممكن يشتغلون بالجامعة هذه أو يسجلون بيها طبعا أنت روح قدم طبعا ميدان سوق هذا ميدان سوق ويخضع إلى الميزان إيه بس السكن يختلف السكن يفرق أنا معاك سياد النائب يعني عرضوا طلب في بغداد في مناطق بغداد في مناطق مهمة في بغداد يعني ممكن تباع بالفومية إذا مكانها جيد يعني أطيك حتى لو البناء عادي أطيك مثال ثاني اليوم من أجي أنطي أطي مثلا خلينا نقول مشروع تجاري مصنع من أطي استثمار مصنع ما أجي أسئلة إيش راح تسوي إنته ليش لن راح يوفر لي فرص عمل لأبنائي لأولادي هنانا هنانا يفرق من أنطي فرصة استثمارية لماذا نقول شيء تجاري هنانا هم راح يوفر لي فرص عمل لكن بالسكني المفروض عدي مقاييس بالسكني المفروض أنا أسأله تعال أنت اليوم راح تبني لي شنو تبني السعر جد مالك أعلى أعلى جد والأقل جد هسا الأقل ماكو مشكلة قد يكون هو يقتنع يقلل السعر قد يكون يخسر أنا مو شغلة أنا مو شغلة